أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الأطراف المعنية بهدف تفعيل الزراعات التعاقدية نحو المحاصيل المستهدفة وذلك خلال اجتماع لمناقشة آليات تحفيز المزارعين وتفعيل الزراعات التعاقدية كما شدد مدبولي على ضرورة الإسراع في الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للزراعات المستهدفة وعلى رأسها القطن والذرة كما تناول الاجتماع استعراض الكميات المزروعة والمنتجة من القطن بنوعيه وسبل تطوير البذرة وزيادة الرقعة الزراعية والبدائل المقترحة لزيادة الإنتاج ومدى إمكانية التعاون مع القطع الخاص في مشروعات زراعة القطن